مرحبا برج العذراء اهلا فيكم بشكل عام برج العذراء هذا الشخص الشخص القادم فيه طريقك انت رح تكون جدا مميز عنده انت رح يكون تأثيرك جدا كبير على حياته هو رح يكون احبك اكثر ما انت تحبه ومنجذب لك اكثر ما انت منجذب له وعلى هذا الاساس رح جدا يكون حريص ان يوفر لك افضل سبل الراحة و افضل سبل الحياة خلي نشوف حروف اسمه عندنا حرف الدال حرف الطا حرف الواو البرج عندنا طاقة الابراج النارية على الاغلب بيكون برج القوس و عندنا طاقة برج الحود انزل وقت اللقاء اول كرت هني عندنا حق وقت اللقاء احتمال خلال خمس اشهر او الاشهر اللي عقب شهر خمسة ولكن هاي الكرت يقول لي ان برج العذراء رح تلتقون في وقت من بعد انقطاع او من بعد ممارسات دينية يعني بكون احتمال كبير بعد شهر رمضان او بعد شهر محرم او بعد موسم الحج بعد ما ننتهي من العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى نزيل نفس الطاقة تنطبق ايضا على الاشخاص مثلا لدياناتهم مختلفة بعد ما تنتهي فترة ممارسات دينية احتفالات دينية بعدها لما ننتهي من هاي الممارسات هني بتكون طاقة الالتقاء بشريك المستقبل بإذن الله خلا نشوف مكان اللقاء انتو اثنيكم اشوفكم رح تكونون انت برج العذراء وايضا هذا الشخص مع احد من اخوته اخوات البنات اوكي رح تكونون موجودين امام هذا المكان امام هذا المحل هذا مكان اشوفوا ممكن يكون مكان تبع سيارات او عربيات او مكان حتى تبع فساتين او يبيع بضاعة ولكن المميز في هذا المكان خدمته انتو تحبون ان تذهبون الى هذا المكان برج العذراء لان هذا المكان مو فقط يبيع البضائع الجديدة السيارات الجديدة الفساتين الجديدة اوكي حتى البضائع القديمة ايضا يصلحها ويسوي لها صيانة عنده طاقة التجديد هذا المكان احتمال انك تكون رايح برج العذراء تاخذ فستانك على المكان اللي انت تعامل معه دائما من اجل ان تعدل فيه تقصر فيه تطول فيه تغير فيه شيء وهذا رح يكون مكانك المنشود امام هذا المكان هو ايضا هذا الشخص رح يكون واقف ينتظر احد اخوات البنات او اهلة رح يكون يصاحبهم وقت ابدا مش متوقع لك احس برج العذراء انت ما رح تكون وقتها جدا في افضل في افضل حالاتك الشكلية رح تكون بشكل كاجول اوكي حتى يمكن تكون خرجت بدون مكياج بدون احتمال مبالغ فيه بشكلك وهذا رح يكون يمكن بالنسبة لك انت وقت غير مناسب ولكن لهذاك الشخص وقت جدا مناسب لانه رح يحس بالانجذاب تجاهك اوكي اهم شي النتيجة حتى انه ما كنت لابس افضل ملابسك افضل الاكسسوارات افضل المكياج خلنا نشوف مواصفات شكله هذا شخص حجمه طوله وزنه عرضه ليس ضخم هذا شخص ليس ضخم انزين ولكن كاريزمة تبعه ضخمة الشخصية تبعه ضخمة صوته يمكن حتى ضخم يعني شكله عادي مقبول انزين ملامحة فيها نوع من الوسامة ولكن ليس جميل الجميلين طوله متوسط ليس سمين ليس نحيف جسمه متناسق مع طوله ولكن فيه كاريزمة ثقة فيه عنده شخصية كبيرة اكبر من حجمه الجسدي هي اللي راح تلفت انتباهك بخصوصه اول ما راح تلحظه فيه هو نظراته نظراته جدا حادة يعني الشخص مو فقط ينظر اليك وبعدين يرف وجهه لا ياخذ راحته في النظرات وكأنما لا يوجد احد في المكان جريء لا يوجد احد في المكان سوى انت وهو هذا الشخص لما تلتقي فيه راح يكون عنده نصف لحية شنو اقصد نسميها سكسوكا اللي هي مو لحية كاملة اللحية اللي تكون قريبة من منطقة الفم مو الشناب لا اللي تكون واصلة لأسفل الفم مع فوق الفم كل دولة يمكن لها مسمى مختلف احنا نسميها سكسوكا لحية ما راح تكون كاملة نزين ولكن عنده جزء من اللحية شعره اسود كثيف ليس ناعم مو شرط مجعد ولكن شعره ليس ناعم نزين ممكن يكون شوية ملتف اه هذا الشخص سنة ليس صغير اقل تقدير راح يكون ثلاثينة واضح عليه في شكله انه هو ليس صغير السن اوكي خلنا نشوف حين اطباعه ايضا ايه من مواصفات شكله انه لما تلتقي فيه راح يكون لابس سبور ملابس كاجول ولكن في شي في ملابسه غالي ماركة او ثمين اوكي يعني لو كان تي شيرت راح يكون تي شيرت غالي لو كان لابس حذاء وانتو بكرامه راح يكون حذاء غالي ملابسك اجول ولكن غالية خلنا نشوف اطباعه وهذا هو الجانب الاهم اللي راح يفيدك برج العذراء هذا شخص كثير التنقل بين البلدان ما يحب انه يستقر في دولة معينة هزين ويمكن ايضا بسبب طبيعة عمله لانه يملك حرفة او خبرة معينة تخليه مطلوب في اكثر من مدينة في اكثر من دولة يتنقل ما بين كذا مصنع يشرف على كذا مصنع مطلوب او مثلا في شركة اللي يعمل فيها في كذا فرع كذا مصنع كذا مقر وقاعد كأنما هو الشخص اللي يتنقل ما بين المقرات فطبيعة شخصيا وحتى في الوظيفة ما عنده الكثير من الاستقرار كثير التنقل هزين هذا الشخص يتكلم اكثر من اللغة ولكن ليس باتقان يعني يتكلم شوي يمكن اردو او يتكلم شوي انجليزي ويعرف في تفاهم مع الاشخاص اللي يتكلمون هذين اللغة بشكل جدا ممتاز ولكن لا يتقن اللغة امية بالامية اوكي فعنده اكثر من الله ولكن ليسوا باتقان هذا الشخص ايضا اصوله ترجع الى دولة اخرى يعني اعطيكم مثال وكان اصوله ترجع الى دولة اخرى او هو في مدينتكم ولكن اصوله ترجع الى مدينة اخرى جدا معيدة عليكم اصول اسرتهم اصول جنسيتهم حتى هذين كريم جدا يحب الايثار يحب انه يلفد انتباه الاخرين بالصرف وهذا عكس الاسرة ترى الاسرة اللي يأتي منها اعرف ان الاسرة بعدين رح نتكلم عنها ولكن هذا شخص بغير التربية اللي نشأ عليها ويحب ان يصرف ويحب ان يظهر للناس ان عنده اموال اوكي يحب انه يساعد الاخرين ويحب ان الاخرين ايضا يحتاجون يساعدهم حتى لو ما طلبوا اوكي ام ليس على قائمة اولويات الزواج مو ضروري بالنسبة للزواج مو اهمش عنده بالحياة مؤجل صار لفترة مؤجل موضوع الزواج او يتهرب من موضوع الزواج خصوصا لما يطرحون اهلا ام يأتين من اسره ثرية ولكن لا يظهر عليهم الثراء فذلين اشخاص ممكن يكونون بسيطين المظهر او متدينين عشان شذيه ما يبين عليهم مظهر الثراء عكسه هو الشاب من العائلة اللي يحب انه يظهر الاموال على نفسه ممكن اهو الوحيد من بين اخوانه اللي يكون بهذه الطريقة اوكي يحب الجلز الطبيعي يحب الاشياء المقتنيات المميزة الاشياء اللي تكون مثلا محفظة كلها الجلز الطبيعي او محفظة مثلا من جلد الخروف جلد التمساح احب هاي الاشياء المقتنيات الثمينة اوكي احب المرأة اللي تكون جامعية احب المرأة اللي يحسها تجيد لغة مو قلت لكم انه عنده هني حب انه يتكلم اكثر من اللغة بس ما يجيدها احتمال كبير ان هذا شوف لم يكمل تعليم الجامعي دخل بسرعة في سلك الوظيفة اوكي ولكن هو ينجذب الى المرأة اللي يحسها انه تتكلم لغة بطلاقة تتكلم الانجليزي بطلاقة تتكلم او حتى طريقة كلامها تكون راقية تتكلم الفرنسي بطلاقة حتى لو كانت تعمل مجرد امتلاكها لشهادة جامعية رح جدا ينجذل الهاي النوعية من من الاشخاص اللي امامها الاشخاص اللي عندهم اعتزاز بثقافتهم اوكي اللي بعدها خلا نشوف رقم خمسة ماذا سيقدم لك قبل الزواج عندك عشرة هذا رقم الافتمال في التارو وهذا يقول لي رح يقدم لك الغالي والثمين ولكن الجميل في الموضوع انه قبل كل شيء وحتى في القراءات السابقة للابراج الاخرين هذا شخص رح يحرص انه يلتقي باهلك قبل ما تصير الخطوبة الرسمية وبعيد عن اهله يعني حتى قبل ان يأتي باهله رح يحرص انه هو يأتي بشكل شخصي بشكل رسمي يمكن لوحده ويجلس مع الوالد او يجلس مع الاب في العائلة او الاخر الاكبر عنده ضروري انه يكون فيه تفاوض او تفاهم تحت الطاولة يمكن لان اهله رح شوي لا تنسى طبيعة اهله يمكن لان اهله رح يكون عندهم كلام ثاني او اتفاق ثاني او شروط اخرى فكأنه ما هو هنا يحرص انه يكون فيه اتفاق خفي غير معلن بينه وبينك وبين اهلك وتكونون على تفاهم يعني مثلا حتى لو صار فيه خطبة رسمية واتفاقوا الاهل على ان الشبكة تكون القيمة الفلانية او المهرب القيمة الفلانية هو رح يتفق مع اهلك الخفاء انه رح يعطيكم اكثر رح يسوي اكثر ولكن خلى مجرد الموضوع يمشي من اجل ان الامور تمشي وتصير الخطبة ولكن رح يكون فيه شيء زيادة من عنده هذا الشخص رح يتباهى فيك امام الكل وهذا شخص رح يعطيك مصروف قبل ان تطلب منه لمجرد انه تظهر لانك محتاج او او عندك يمكن التزامات خصوصا لما تذكر انه عندك التزامات مالية هذا الشخص من نفسه رح يعرض عليك انه وفقط يدفعها وانما يهتم يهتم فيك ويدللك ماديا اوكي؟ وايضا فيه شيء ثقير رح يعطيك اياك هدية احتمال يكون شبكة ذهب ما اعرف ولكن شيء ثقيل شيء ثمين ذا ثقل رح يعطيك اياك ايضا يكون بدون علم اعلى ولكن الشيء اللي اشوفه ايضا انه قبل الزواج رح يحرص انه يكون فيه تحضير لعرس كبير لزواج محترم مثلا في فندق كبير او في مكان راقي هذا ايضا بالاشياء اللي تميل اليها طاقته اوكي؟ خلا نشوف الحين اسرته نتكلم عن اسرته عشان افهملك اوصلك معلومة ليش ضروري عنده انه يكون فيه اتفاق خاص بينك وبينه او بينه وبين اهلك حتى قبل ان يأتي باهله لانه اهله نوعا ما صعبين اهله نوعا ما وان كانوا يملكون الكثير من الاموال ما ادري اذا خبرتكم اسرة ثارية ويملكون الكثير من الاموال ولكن نوعا ما بخيلين عشان شديه هو مبتعد عنهم نوعا ما صارمين او صعبين في التعامل محافظين اوكي؟ احبون مضر يمكن متدينين بزيادة احبون لان اشوفهم اللون الاسود ممكن نكون عنده ثمان اخوة واخوات او ستة اوكي؟ لان اذا نضيف الام والاب وصير كامل العدد ثمانية ام ما عنده الكثير من الاخوة الذكور يمكن فقط واحدة او اثنين عدد الخوات الاناث في عائلته يغلب عدد الاخوة الرجال ام اتوقع هو الاكبر ما بين الاولاد ماذا؟ هذلين اشخاص واسرة ظاهرهم بسيط ولكن يجلسون او تحتهم الكثير من الاموال الاموال المدفونة الاموال اللي حتى ما تخرج الى الاخرين الاخرين حتى ما يعلمون ان هذلين الاشخاص يملكون ويملكون ويملكون هذلين يشترون اسرة تشتري الممتلكات ولكن لا يخبرون لا يشاركون الاخرين فما في احد يدر ان هذلين نعم لهم فكرة ان هذلين ناس مرتاحين ماديا ولكن ما حد يعرف مستوى ثراءهم الحقيقي لانهم كل شي سوونه ساكتين هذل هذا شخص ليس قريب من اسرته كثيرا قلت لك لانا ما يحب هذا البيئة بيئة الصرامة بيئة البخل ما يحبها التدين حتى فهذا شخص قبل الزواج راح تكون علاقته عادية مع اهله ليست قريبة ولكن بعد زواجكم وبعد ما ان يبتدي يشوفون اهله يصرف عليك ويسوي لك عرس كبير او او يحرص انه يوفر لك افضل سكن و افضل حياة بتشوف انه هنا اقف فترة من الزواج ينشف خلاف بينه وبين اهله بخصوص هذا الموضوع يمكن ايضا خلاف بخصوص طريقة صرف على الاموال خلاف بخصوص الورد خلاف بخصوص لانه انت اشوفك من دخل حياته انزين راح يزيد الضغط عليه من قبل اهله وهو اشوفه راح ياخذ موقف دفاعي جدا تجاهك لانه قلت لك مهم عنده بالنسبة لانه يوفر لك افضل حياة فهني بصير عدوم خلاف بخصوص الاموال والورد ام شنو بعد ام في هني طاقة تحذرك انه لا تتقرب من اهله بسرعة ولا تتقفيهم بسرعة ولا حتى تسمح لهم ان يسيطرون على حياتك من البداية تشوف الامور بشكل عام على قولتهم فيه مثل ابنك على ما تربيه زوجك على ما تعودين فهني لا تعتقد انه بارتباطك من هذا الشخص ان انت محتاج جدا لموافقة اهله وان انت تسوي الامور على طريقة اهله من البداية خلك واضح يدك في يده يدكم موحدة ووجهتكم موحدة ان انت لكم رأيكم الخاص لكم توجهكم الخاص في الحياة اذا مثلا تحبون تسكنون في هاد المنطقة براحتكم من البداية رح تكون في محاولات من اهله للسيطرة عليكم هو افدا ما رح يقدرون عليه ولكن يمكن بسبب كثرة تنقلة فرح يحاولون انه بالعكس يتقربون منك عشان اذا ما قدروا يسيطرون عليك بالعافة يسيطرون عليك بالتحايل فانت هنا في تحذير لك من هاد العائلة خصوصا من الاناث في هاد العائلة الاناث عندهم شوي طاقة وسوسة وطاقة خلافات يسوون مشاكل اوكي اتمنى اني حذرتكم ورح تعيشون مع بعض هذا مكان جدا عالي شريككم رح يختار مكان غير تقليدي عشان يعيشكم فيه مكان مستقل مكان راقي احتمال يكون كومباوند الكمباوند هو عبارة عن مجمع او ارض كبيرة فيها الكثير من المنازل الفلل اوكي وكل فيلا مادمش تسمونها على حسب كل دولة وكل فيلا تكون تقريبا تشابه الفلا الثانية يكون لهم عندهم امن والمنطقة تكون راقية وكأنما مجتمع خاص فيهم ولكن بشكل عام هذا مكان عالي فيه كذا دور يمكن رح يقرر ان يستأجر او 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 يشتري شقة في مبنى جدا عالي جديد حديث بعيد ومستقل عن اهله اوكي خلا نشوف ماذا سيحب فيك انا اريد اعطيتكم فكرة مساعة خلا ندخل في الطاقة بتعمق اكثر بتفاصيل اول شيء هذا الشخص رح ينجذب لك لان انت لست من اهله ما بحب سبحان الله ما بينجذب لأي شيء من اهله وكان فيه محاولات سابقة قبل ان تدخل حياته ان يزوجونها ببنت الخالة او بنت العم لكن فشلت محاولاتهم انجذب الاساسي لك ولأهلك هو انك لست مثلهم لا تحب التحكم وما عندك هنا هنا في نوع من العقدة ما عندك عقدة البخل العقد اللي هي موجودة في اسرته عقدة البخل او عقدة التدين او عقدة التحكم مو موجودة عندك فرح يحبك من اجلها عقدة ان انت انسان مريح التعامل معك في شيء خص الطول رح يحبه فيك ولو انه ليس طويل جدا ولكن حب فيك اما انك تكون طويل او تلبس كعب هذا شيء جدا يجذبه لك احب الاشياء الغير التقليدية احب التاتو احب ان انت انت رح تساعده على ان ينتقل يبتعد حتى بزيادة من بيئة اهله الى البيئة اللي يطمح ان يعيش فيها ويربي فيها ابناءه وهي بيئة فيها حرية اكثر فيها غير تقليدية اوكي عادي يعني مو شرط المرأة هي دائما اللي تكون تجلس مع الاطفال هذا الشخص طاقته عادي ان انا اجلس مع الاطفال ومثلا زوجتي تذهب الى الصالة الرياضية زوجتي تروح مثلا تخرج مع صديقاتها احب ان يعطي ان يجدد في حياته اوكي وهذا رح يسبب لك ان انت ترتبط بشريك جدا يدللك نصيبك بوجه العذران هل نشوفها رح يكون من مدينتك او مدينة اخرى هل من دولتك او من دولة اخرى هذلين الاشخاص اسرته قلت لكم في البداية احتمال ان الاحتمال الاكبر انهم يأتون من دولة اخرى اصولهم القديمة من دولة اخرى ولكن صار لهم فترة طويلة عايشين معاكم اه ومن ثوبكم ممكن احتمال كبير ان تكون من نفس المنطقة او من عايشين قريب منكم مو بعيد عنكم يعني مدينة قريبة منكم ولكن اصولهم منطقة ثانية منطقة بعيدة دولة اخرى اوكي عزيزي برج العذران هذي كانت قراءة موصفات الشخص القادم في فريق اشتركوا في القناة